على مر الفاجعة تستفيق بيروت لتعزف لحنا حزينا حيث لم تعد كما كانت قبل الانفجار الذي شرد أكثر من ثلاثمائة ألف وأدى لدمار كبير في البنية التحتية والمنازل أمام هذا الخراب تتعالى الصيحات لمحاسبة والكشف عن المسؤولين عن هذا الدمار الذي تظهر ملامحه العنيفة في مرفأ بيروت تتعدد الروايات حول أسباب الانفجار لتستقر على نتيجة شبه موحدة ألا وهي انفجار أكثر من ألفين وسبعمائة وخمسين طن من نترات الأمونيوم كانت موجودة في العنبر المرقم 12 في المرفأ منذ عام 2015 تقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إنها رفعت تقارير عديدة عن خطورة المواد دون أن يتحرك أحد كما لفتت إلى وجود فجوة في عنبر التخزين ست سنوات مرت على هذا الإهمال الهائل بدأ برسو السفينة روسوس في بيروت في أيلول عام 2013 أبحرت حينها رافعة علم مولدوفيا لتتعرض لمشكلات فنية في أثناء البحار من جورجيا إلى موزنبيق وهي تحمل ألفين وسبعمائة وخمسين طن من نترات الأمونيوم انتهى بمصادرة السلطات اللبنانية الشحنة وتخزينها بمستودع الميناء لتطرح أسئلة كثيرة حاليا حول المستفيد من وجود هذه المواد في لبنان من جنبها تؤكد تقارير الصحفية بريطانية أن الحزب الله تاريخا بالتعامل مع نترات الأمونيوم حيث كشفت الاستخبارات البريطانية عام 2015 وجود أكياس من المادة غربية لندن كما أشارت التقارير إلى أن حزب الله خزن أيضا مئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مناطق عدة جنوبية ألمانيا تمكنت أجهزة الأمن الألمانية من العثور عليها ومصادرتها في وقت سابق من هذا العام بعد حضر الحزب في البلاد أيام كانت تفصل لبنان عن الفصل بقرار المحكمة الدولية للنطق بالحكم حول إدانة المسؤولين عن جريمة قتل الرئيس رفيق الحريري بتفجير أيضا لتفجع بيروت مجددا بالانفجار والدمار في رسائل تحمل أيضا طابعا سياسيا ضرجا بدماء الأبرياء